حد حبيبنا على التليفون ألف مبروكا كابتن سايد مبروكا كابتن سايد مبروكا كابتن سايد مبروك مبروك الروح الجميلة النهاردة والمباراة والأداء الأروع والنتيجة يعني كان نفسنا تبقى ستة سبعة بس احنا اكتفقنا بربعية العيد يلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مبروكا طبعا بالتأكيد مهمة جزا يعني المرحلة كانت في يوتشار وبعدها بيرامد وبعدين فاينال كاس واحدة من مش فاصلة في اختام الدولي لكن واحدة من المرحل المهمة والمطشات المفتوسة يعني خلصنا المطش الأول في الحال المطشين نوجه نظر ان واحد من اللي هتحطق على حتة مستزنة شوية او معبولة شوية مكتبك اللي جاء ان شاء الرحمن بتاع بيرامد وبعد ذلك المطش التالي اللي هو بتاع دمالك فاينال كاس بطولتين بطولة بطولة الثوري اللي غايب عنك فاينال كاس يمضش مهم جدا وانت يعني لسه بدري برضو احنا فضلنا عدد كبير من مباريات جدا مش هي الفايصل لكن مهم جدا ان انت تتابها مهم جدا ان انت تحط خطوة كبيرة جدا في طريق الثوري وبعد ذلك المبارات الكاس لكن كل اللي قدر اقول من دهار هذا الروح كنت سامعه كنت تكلمون سانت عالية جدا وكويسة جدا كذان حتى اللي كان ما بين الريتم الشدر اوية من تريعي تريعي جدا وإيجابي جدا لازم يبقى فيه هدوء وده اللي الراجل اللي قاله بين السلطين لازم يبقى فيه هدوء بشكل يعني يدي لك بالتحواز او يدي لك تفليش كرصة او كل حاجة لكن ما يبقىش فيه لقدر الله حد يتعور تاني فالبالك انت في اول 14 و 15 ديئة انت فقط عوصرين بتغيرتين تقدر لك هتكفيه لانه هتعمل لك سيناريو مختلف تماما الحمد لله تحيي اللعبة جدا وروحها دي كانت موجودة لكن كمان عندنا مباراة يوم السابق كبيرة اوي ان شاء الله رحمه بإذن الله يكون موفقين فيها ونقدر ناخد ثلاث مقابل فيها صحيح يا كابتن كنا برضو عايزين نتكلم عن دور المدير الفني في تجهيز اللاعبين وظهورهم بالمظهر ده في الملعب يعني عمش عايزين نختصر الفوز او مكسب النهاردة على الروح بس لان احنا شفنا اداء ولا اروع النهاردة من لعبة النادي الاهلي ده حقيقة صراحة يعني الراجل بيهتم جدا جدا شوية نقط عبارة عن تفاصيل وده مهم جدا في اي مدرب سواء كانت التفاصيل الانضباطية الانتزامية حاجات لها على قابل التركيز حتى في التمرين نفسه او حتى في المحاضرة نفسها ودي حاجات يعني الحياة البسطانية جدا وتدي لك وتدي لك يعني نوع من التفاوت شاك كثير جدا انت طالما يعني حياتك برا برا مش عايزه لبرا الكورة الاجواء اللي محيطة حوالي فيها التزام فيها حضورك نوع من الانضباط فيها تركيز داخل الملعب في التمرين مبهاش نوع من الممكن ما يبقى نوع التركيز عالي ما يبقى اهتمام عالي فهو بيخطف الحاجات دي بشكل حلو جدا قدر النهاردة من نعمل صوت اولامي وتقريبا النشوط الثاني على انت لما تحكي في الكامل الاستحواز انت اللي عامله كانت ممكن النتيجة تعلق اكتر من كده لكن زي ما قلت يعني دي بتاية حلوة جدا 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 لازم نبني عليها وازم ان شاء الرحمن كمان نستغلها بشكل كويس ونحضر لبرا بشكل كويس لان هي مباراة مهمة جدا في التاوي صحيح طيب هلأ كابتن سيد من وجهة نظرك فترة الراحة او الفترة اللي ما بين المباراة اللي فاتت والمباراة دي اللي هي قعدت اسبوع كان ليها رد فعلي ايجابي النهاردة طبعا علميا وفنيا وكل حاجة بضغط المباراة اللي قبل كده اكيد بس انا مش عايز اروح للنقطة دي خالص طراحة انا كل اللي انا عايز التعامل معه هو وقع انا بحلو بقى بمره بخلطه وبتاعه وبجهاده بتلعب على أدخول الدوري ودايما قاله كده الناس اللي بتفهم يعني طالما الهدف بالنسبة لك كبير جدا يبقى التضحيات تهون الهدف دوري فأيا كان بقى الوقت لازم تجي على نفسك شوية لازم تلعب شوية ممكن يجي لك إصابات ذا اللي حصلت تنهارضة لكن كلنا ثقة في اللي موجودين يعني اي حد يلعب اي حد يكون موجود يعد بشكل كويس المهم ان انت بتفقدش ثمة تشارت النادي الاهلي ثمة شخصية النادي الاهلي لازم تكون موجود الحمد لله طبع على كل شيء ان شاء الرحمن اللي جاي بأخذ الكبير الحمد لله رب العين طيب كابتن سيد كنا عايزين نطمن برضو على المصابين النهاردة كنا عايزين نطمن على منعم نطمن على هاني نطمن على طهر محمد طهر منعم يعني خطف مرخيره وهو كان لست جاي انت عارفت من كسر في المرافير من حوالي اقلي من شهرين يعني فكان فيه خط عليه بلاش يعني يبقى فيه التحمد بعدها على طول ففضلنا ان هو الراجل فضل بكاردو فضل ان هو يطلعهم لكن هاني اشتكى من العضلة الامامية فبنعمل اشياء على طول دلوقتي وطهر اشتكى من العضلة الخلفية برضو بنامج ساعد بادي وعلى مداهة بقى ان شاء الرحمن هنبدأ ان نقول ايه اللي ممكن نحتاج طيب الوقت ضيق جدا كابتن سيد ما بين مباراة اليوم ومباراة بيراميدز الاستعدادات في اليومين ثلاثة دول اعتقد ان هي يعني يعني مفيش وقت انك انت تستعد بصورة زي اللي انت استعدت بها المباراة ديت يعني كان فيه فرق خمس ست يام فكان فيه وقت لميستر ريكاردو ان هو يشتغل فيها الفترة دي فترة التلات يام مع وجود التلات اربع اصابات اعتقد هتبقى يعني فترة صعبة جدا صعب انك يعني بقى فيها استعادة شفاء بصورة سريعة اللي انا قلتلك من دي واحدة كابتن عيمن قلتلك مهما كانت المباراة بقى او مهما كانت الصروف ومهما كانت الاسباب كل اللي انا شايفه هو بطولة الدولة هدفك ان تصب على بطولة الدولة اي ان كان بقى الوضع المشاكل بتقابلك الدنيا اللي ممكن تبقى مصدريفة في اصابات او بقعد لعيبة لكن تنكسب يعني الحمد لله رب العمين تكسب النهاردة عبدالقادر رقوعه تبقى له ثلاثة اربعة شهرات مش موجود ممكن خلال اسبوع عشر ايام يخش معك بالستاو يعني برضو بتكسب لعيبة جاية ليما فيه ناس ممكن تخرجوا لعيبة ان شاء الرحمن ممكن تخش فان شاء الرحمن مش عايز اروح لأي حاجة سلبية لكل اللي عايز اروحه هو الشغل الإيجابي اللي موجود لازم يستحضر شخصية روح النادي الاهلي على ادفة ختام يوم ثلاثين ثمانية ان شاء الرحمن كبه بطل الدورة بالسلام يا رب ان شاء الله الفترة اللي جاية فترة صعبة زي ما قلت كابتن سيد محتاجة تضافر جهود اللاعبين وطبعا مش عايز اتكلم عن روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحامرة اللي احنا دايما بنتكلم عنها اللي بتصنع الفوارق ما بين النادي الاهلي وما بين المنافسين ولكن زي ما بنتكلم عن دور الجهاز الفني اللاعبه الفترة اللي جاية او الفترة الصعبة دي عليها دور كبير جدا جدا يا كابتن ساي طبعا بص اي حاجة في الدنيا يعني طالما انت طالما انت بتكتبه صح وشخصيتك تناسب ده الدنيا هتبقى من اسبالك سهل يعني فعلا في كرة القدم حاجتين يبقى لك لعيب من لعيب كل ما واحد الضغوط عليه كترة اوي يطلع احسن ما فيه وواحد تاني كل ما الضغوط كترة عليه يطلع اسوأ ما فيه دي مش شخصيات لخالي المسئولية على كل فرد سواء كان لعيب سواء كان في الجهاز سواء كان في اليدارين في الجهاز الطب في العمال كل واحد لازم يعمل شغله شوف الشغل بتاع بس هل فيه فكرة كابتن سيد لدخول معسكرات مثلا طويلة بعض الشيء الفترة اللي جاية لا احنا هنمشي بشكل كالمعتاد يعني عندنا معسكر يوم جمعة الشهر الرحمن استعدادة وبعدين يوم تسعتاشر هنخش معسكر لمقاردة النهائية الكاذب ماتش الزمالك إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق يا كابتن سيد وألف ألف مبروك بالتوفيق دايما إن شاء الله شكرا شكرا شكرا